بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابي وطالباتي أهلا بكم ومرحبا في مادة المهارات الحياتية والأسرية مع معلمتكم فاطمة اليحية حتى نستفيد سويا من الدرس هناك عدة قوانين يجب علينا اتباعها أولها أبحث عن مكان هادئ أجهز اللابتوب أو جهاز الجوال للاستعداد للدرس أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت رسالتي إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوعنا لهذا اليوم هو استكمال لموضوع النظافة الشخصية الهدف العام هو أن يدرك الطالب أو الطالبة كيفية النظافة الشخصية الأهداف الخاصة أن يتعرف الطالب على مفهوم النظافة الشخصية أن يذكر الطالب أهمية النظافة الشخصية أن يعدد الطالب على ماذا تشتمل النظافة الشخصية أن يحدد الطالب أدوات النظافة الشخصية أن يذكر الطالب كيفية تنظيف الجسم حسنا طلابي وطالباتي ما هي أو ما هو مفهوم النظافة الشخصية؟ تناولناه في السابق هيا لنستذكره معا ما هو مفهوم النظافة الشخصية؟ من يجيبني؟ هي مجموعة عادات أيضا ماذا؟ من يستكمل؟ مجموعة عادات أمارسها؟ هل هو بشكل شهري أو أسبوعي أو بشكل يومي؟ أحسنتم مجموعة عادات أمارسها بشكل يومي لكي ماذا؟ أحافظ على مظهري ونظافتي وأيضا ماذا؟ ورائحتي وصحتي ما الهدف من النظافة طلابي وطالباتي؟ هيا أخبرني لماذا نتنظف؟ لماذا أمرنا ديننا الإسلامي بالنظافة؟ لكي نحافظ على صحتنا ورائحتنا ومظهرنا فالنظافة من الإيمان أحسنتم كيف أجعل جسمي نظيف ذو رائحة جميلة؟ اتفقنا يا معلمة نريد أن نكون نظيف ورائحتنا جميلة ولكن كيف يا معلمتي؟ ماذا يجب علي أن أفعل؟ كيف أجعل جسمي ذو رائحة جميلة؟ ماذا يجب أن أفعل؟ أحسنتم يجب علي الاستحمام هل يصح أن أستحم فقط أقوم بغسل جسدي؟ فقط لا بل أقوم بغسل جسدي وشعري كامل بدني من رأسي إلى قدمي حسنا ما هي أدوات الاستحمام؟ هيا ما هي؟ الشامبو الشامبو لغسيل الشعر والصابونة لغسيل الجسم نستخدمها مع هذه الليفة وبعد ذلك نقوم بفرق جسدنا أحسنتم الآن عرفنا ما هو الاستحمام وكيفية الاستحمام أين يكون الاستحمام؟ هيا أين يكون الاستحمام؟ هل يكون في غرفة اللعب؟ لا، الاستحمام يكون في دورة المياه الاستحمام أين يكون؟ في دورة المياه انظروا هنا إلى الشاشة، أدوات الاستحمام هي الشامبو والصابون والليفة حسنا الآن لدينا تطبيق عملي لكيف أستحم يا معلمتي هنا تطبيق عملي بسيط يشبه إلى حد ما الاستحمام في دورة المياه هذه الفتاة هنا انظروا إليها ستلتفت إليكم الآن أهلا أنا أريد الاستحمام هيا أخبروني كيف أولا تقوم بنازع ملابسها لكي لا تتبلل بالمياه تقوم بانتزاع ملابسها أحسنتي انتهينا بعد ذلك أين تذهب؟ تذهب إلى البانيو في دورة المياه أحسنتي ماذا يجب علي أن أستخدم لكي يصبح جسمي نظيفا؟ يجب علي أن أستخدم الليفة هذا ما ذكرته معلمتي ماذا أستخدم مع الليفة يا ترى؟ أستخدم الصابون لكي يصبح جسدي ذو رائحة جميلة حسنا هيا لنفعل ذلك لكن نحتاج إلى الماء أولا سيكون الوضع في دورة المياه مختلفا نضع الماء نضع الصابون على الليفة وبعد ذلك تقوم بفرق جسدها كامل انظروا يديها تقوم بفرق جسدها كامل أسفل اليد هنا مكان تجمع الرطوبة والعرق انظروا هنا هل ترون طلابي وطالباتي؟ أسفل اليد هنا أحسنتي بارك الله فيك لقد قامت بتنظيف جسدها من الأعلى حتى الأسفل بعد ذلك تقوم بغسله بالماء حتى تزيل الصابون أحسنتي بعد ذلك تقوم بغسل شعرها هيا هل يوجد هنا؟ يوجد هنا ربطة يجب علينا إزالتها ونقوم بوضع الصابون أحسنتم بعد ذلك نقوم بوضع الماء بعد ذلك نقوم بوضع يدنا في وسط الشعر ونقوم بالفرق هكذا هل يجوز أن أضع الصابون والماء وأترك شعري هكذا؟ لا أبدا بل يجب علي أن أقوم بحركات دائرية في رأسي لكي أقوم بتنظيف الشعر والرأس من الدهون والغبار والقادورات الأخرى قد أكون رجعت من الحديقة أو من نزهة معينة إذن هنا ماذا أفعل؟ أقوم بغسل شعري بعد ذلك أقوم بإزالة الشامبو بالماء دوما دوما نستخدم الماء بعد الصابون أو الشامبو أحسنتي وهكذا تعلمنا سويا كيفية الاستحمام قمنا بفرق جسدها بالليفة والصابون بعد ذلك وضعنا الشامبو على الشعر وقمنا بحركات دائرية بعد ذلك قمنا بغسيل رأسي والجسم كامل بالماء أحسنتم الآن طلابي وطالباتي لنسترجع معا كيفية الاستحمام افتحوا الكتاب على نشاط رقم ثمانية في درس النظافة الشخصية السؤال هنا يقول صل خطوات الاستحمام من خلال تتبع النقاط يا ترى هل أول خطوة هي وضع الشامبو على الشعر؟ لا لا أعتقد ذلك ما هي أول خطوة؟ أحسنتم هي الماء ثم الشامبو ثم وضعه على الشعر انظروا هنا إلى الولد كيف يقوم بحركات دائرية على شعره لكي يقوم بتنظيف رأسه أحسنتم بعد ذلك ماذا قام؟ أو ماذا فعل؟ قام بإزالة الشامبو والصابون بالماء بعد ذلك ماذا فعل؟ أخذ الروب أو الفوطة وقام بتجفيف نفسه ها انظروا هنا إلى الحل من الذي قام بفعل نفس هذه الخطوط؟ بشكل صحيح وتدرج صحيح ها من يشير إلي من؟ أحسنتم أحسنتم ابتدأنا بالماء ثم الشامبو ثم بحركات دائرية في الرأس ثم بغسيل الرأس حتى أخمص القدمين بالماء بعد ذلك التجفيف التجفيف بالفوطة أو بماذا بالمنشفة لها؟ اسمان ماذا تعلمنا اليوم طلابي وطالباتي؟ ماذا تعلمنا؟ لأذكر لكم تعلمنا أن النظافة من الإيمان وأن النظافة شيء مهم جدا جدا لصحتي ولرائحتي وللمحافظة أيضا على علاقاتي كيف؟ كيف ذلك؟ ما دخل النظافة بالعلاقات؟ عندما تصبح رائحتي كرهة سينفر الجميع مني لذلك لا بد أن أكون بمظهر جميل ورائحة زكية أيضا لا بد أن أتمتع بالنظافة الشخصية من خلال الاستحمام وتعلمنا كيف نستحم في دورة المياه باستخدام الماء والصابون إذن طلابي وطالباتي ماذا تعلمنا لليوم؟ تعلمنا أنه يجب علي أن أتمتع بالنظافة الشخصية من خلال الاستحمام وتعلمنا كيف نستحم في دورة المياه باستخدام الماء وأدوات النظافة انتهينا إلى هنا طلابي وطالباتي هنا رسالة إلى أولياء الأمور يجب على كل أسرة من الأسر أن تشترك مع أخصائي التدريب في التدريب على مهارات الحياتية اليومية مثل مهارة الاستحمام أيضا لا بد أن تجزأ المهارة المراد إكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يتم إكتسابها أيضا لا بد من مراعاة قدرة وإمكانية الطالب أو الطالبة عند التدريب هناك تعميم إلى أولياء الأمور على أولياء الأمور من خلال تدريب الطالب أو الطالبة على معرفة كيفية المحافظة على النظافة الشخصية والاستحمام هنا مجموعة من التوصيات الحرص على المراجعة الدورية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس علينا أيضا مراعاة الفروق بين الطلاب والطالبات من خلال تبسيط الأهداف التركيز على رفع مستوى الدافعية من خلال خلق بيئة محفزة المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا